شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة منذ تأسيسها تطورا كبيرا طال كافة مجالات الدولة نعم أماني حيث تحطى دولة الإمارات وتمضي قدما في استكمال نهضتها وتطوير ملامح نهضة البلاد بما يتماشى مع متطلبات العصر الراهن دولة الإمارات العربية المتحدة هي دولة انتحادية مكونة من سبع إمارات ومنذ بداياتها خطت البلاد خطوات متسارعة في تطوير مختلف أوجه الدولة ففي مجال التطور العمراني تتمتع مدنها ببنية تحتية متطورة كما تنتشر جميع المرافق الخدمية في مختلف أنحائها وتمتاز بتصاميم مبانيها الفريدة وهذا ما جسده برج خليفة الذي يحتل قائمة أعلى الأبراج وناطحات السحاب ومتحف المستقبل الذي يعد أجمل مبنى على وجه الأرض وبالنسبة للتطور الصحي فتعتبر الرعاية الصحية على مستوى عالمي إحدى الركائز الست في الأجندة الوطنية لدولة الإمارات ومن أجل ذلك تم بناء المستشفيات المجهزة بأحدث المعدات وتطبيق معايير عالمية في إدارة البنية التحتية في المنشآت الصحية والتوجه نحو الذكاء الاصطناعي والخدمات الطبية الرقمية كما تعد الإمارات مركزاً مالياً عالمياً وتتمتع ببنية استثمارية مستقرة فشهدت زيادة في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر وتتبع سياسة تنمية الصادرات الإماراتية ولأن المجتمعات تنهض بفكر ومعرفة أبنائها شهدت الإمارات في مختلف إماراتها المدارس التي بثقت عن أفضل النظم العالمية وتضم صفوف ذكية مزودة بشبكات الجيل الرابع فائقة السرعة كما تعمل بصورة متواصلة على تطوير المناهج الدراسية وتخصيص حصص دراسية تعنى بالابتكار وفي مجال التطور الفكري والثقافي ابتكرت الإمارات أعظم التقنيات الحديثة واعتمدت على النظام الإلكتروني في جميع مجالات الحياة واتخذت مشروعات تعتمد على الذكاء الاصطناعي وأنشأت وكالة الإمارات للفضاء فنجح الإماراتي في أن يكون أول عربي يصل إلى القمر وتتمتع دولة الإمارات بالعديد من مقاومات الجذب السياحي القديمة والحديثة في السبع الإمارات مما جعلها الوجهة السياحية الأبرز